أهلا وسهلا ومرحبا في أسلوب تدريس اسمه المبني على الفيدباك على التغذية الراجعة تغذية الراجعة وانت طفل صغير كتبت الحروف تروح للمدرسة أو تروح لولدك أو كده يعلم لك يقول لك برافو يحطي لك نجمة يعزز يعلم بالألم الأخضر أو بالألم الأحمر ويصوب لك ده ده فيدباك تصحيح الخطأ وتصويبه تغذية راجعة تعزيز الإجابة وممتاز أحسان تغذية راجعة إذن تغذية الراجعة ليست فقط تصويب ما هو خطأ وإنما تحسين وتحفيز ما هو جيد ليست فقط التعزيز الإيجابي وإنما أيضا إظهار النواحي السلبية ونواحي الخطأ وتصحيحها إلى نواحي جيدة وصحيحة فدراسات كثيرة جدا اشتغلت على موضوع التحصيل وعلاقته باستخدام الفيدباك التغذية الراجعة له أن الأسدزة والمعلمين اللي بيستخدموا تعديل سلوكيات التلاميذ بشكل مستمر تصحيح أخطأهم في المادة بشكل مستمر الثناء والتوضيح وجه إيه اللي حصل هنا الخطأ وإيه إزاي نصوبه مدى تقجم التلميذ في مستوى التحصيل بصورة متتابعة في ظل ما يسمى بالتقويم التتابعي كل هذه الأمور إزاي تحجد نواحي القوة لدى المتعلم ونواحي الضعف لدى المتعلم وبيان الكيفية التي يستطيع من خلالها تنمية مستوياته التحصيلية هذا ما نسميه بأسلوب التدريس القائم على التغذية الراجعة إذن أي واحد من حضراتكم يستطيع أنه يمارس ده بالعكس الواجبات الدراسية الواجبات داخل الصف والمتابعة الدورية والاختبارات الدورية هي أحد الدلالات بس لما تصححها باختبار غير مصحح لا قيمة له على الإطلاق ولا يمثل تغذية الراجعة تغذية الراجعة إننا أعرف أنا ليه أخطأت وتحديد لي إيه أوجه الخطأ وتقول لي الصواب يبقى واحد اثنين ثلاثة إنما تسيبني كده وتعمل امتحان تسقطنا يعني وترسبنا في المادة وتقول ما ليش داعه متعرفنيش أصلا أنا إيه أوجه الخطأ عندي ده كلام مش مصبوط ولا علاقة له بهذا الأسلوب ده أسلوب تعنيف أسلوب إرهاب أما أسلوب التغذية الراجعة فيعتمد على تعرفني نواحي القوة عندي ونواحي الضعف تعرفني إزاي يبقى عندي قدر دال من التذكر إذا ما قرنت بزملائي الذين يدرسون أسلوب تدريسي لا يعتمد على التغذية الراجعة للمعلومات المقدمة بمعنى أنا لما هتستخدم معايا هذا الأسلوب مستويها يتحسن لإني عرفت الصح وعرفت الغلط وهامشي في طريق الصح وبالتالي هو أسلوب مهم جدا يحسن من آليات التحصيل أحد الاستراتيجيات المهمة التي يمكن أن تستخدم مع التغذية الراجعة هو ما نسميه بآلية التعلم الذاتي الأبرز الأساليب التي يمكن أن تستخدم مع هذا الأمور استراتيجيات التعلم الذاتي والفردي مهمة جدا تستخدم في أسلوب التدريسي القائم على التغذية الراجعة هي دعوة لحضراتكم طبعا لا يوجد أسلوب تدريس أمثل كل الأساليب مهمة جدا وهذا الأسلوب من أحد الأساليب التي يمكن أن تستخدم في أسلوب مهم جدا أختم به هذه المداخلة بيسموا أسلوب التدريسي القائم على استعمال أفكار التلاميس وده بعض العلماء أسموا إلى خمس مستويات التنويه بتكرار مجموعة من الأسماء أو العلاقات المنطقية والطلبة يستخرجوا الفكرة استخراج الفكرة كما يعبر عنها التلميس يبقى أنا بكرر مجموعة من الأسماء والعلاقات والطلب والتلميس يستخرجوا الفكرة إعادة أو تعديل صياغة جمل من قبل المعلم تساعد التلميس على وضع الفكرة التي يفهمها كويس المؤستاذ أو بيقول أسماء وعلاقات منطقية والوادي يستخرج إعادة أو تعديل صياغة جمل الأول مجموعة أسماء هنا جمل من قبل المعلم وتساعد التلميس على وضع الفكرة التي يفهمها يبقى أنا بأعيد أو أعدل صياغة جمل والتلميس هو الذي يستخرج هذه الفكرة استخدام الفكرة من قبل المعلم للوصول إلى الخطوة التالية في التحليل المنطقي للمعلومات المعطاة برضو أحد الأليات اللي هتخليني المتعلم هو اللي هيستخلص إيجاد علاقة بين فكرة المعلم وفكرة التلميس ودي رقم خمسة عن طريق مقارنة فكرة كل من المعلم والمتعلم تلخيص الأفكار التي سردت بواسطة التلميس أو مجموع التلميس كلام جميل جدا يبقى أنا أسلوب التدريس القايم على استعمال أفكار التلميس خمس مستويات فرعية هكرر التنويه بتكرار مجموعة من الأسماء أو العلاقات المنطقية عشان نستخرج فكرة كما يعبر عنها التلميس إعادة وتعديل صياغة الجمل من قبل المعلم تساعد التلميس على وضع الفكرة اللي بيفهمها استخدام فكرة ما من قبل المعلم للوصول إلى الخطوة التالية في التحليل المنطقي للمعلومات المعطاة أقارن بين فكرة المعلم وفكرة التلميس عن طريق مقارنة الاثنين ببعض أخلي المجموعة التلميس أو تلميس معين يلخص الأفكار اللي تقالت بواسطة كما قلنا على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي هذا الأسلوب اسمه أسلوب قائم على أفكار التلميس وده أسلوب مهم جدا ممكن تستخدم معاه استراتيجيات كتيرة استراتيجيات التفكير التساؤل التبادلي استراتيجيات التدريس التبادلي ممكن تمشي مع هذه الاستراتيجيات تسير دائما قدرة التلميس على التلخيص على قدرته على أن يستخرج وعلى أن يستنتج أسلوب مهم من الأساليب التي نفتقدها ونحتاجها وطبعا لما نقول ده في إدارة الصف محتاج إلى قدرة عالية جدا في إدارة الصف لما ماستخدموش خالص هيبقى في ملل وسأم وغياب لمشاركة الطرف الآخر وهو المتعلم وضرورة إشراكه في هذا الأمر هل هناك أساليب تقوم على ما نسميه تنوع وتكرار الأسئلة هذا ما نتنوله في المداخلة القادمة انتظرون في أمان الله